بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 الوحدة الثالثة نستكمل ما بدأنا عن المقياس المتوازن للأداء والآن نتناول الخطوات المنهجية لتصميم المقياس المتوازن للأداء الخطوة الأولى تحديد الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة وصياغة رسالتها حدد الرؤية الاستراتيجية وصياغة رسالتها دي عشان ننفذ الخطوة الأولى يتطلب الأمر تحديد وحدة الأعمال أو الشركة المعنية التي ستصمم لها البطاقة صياغة الرؤية والرسالة الاستراتيجية للشركة المعنية الخطوة الثانية وضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف الاستراتيجية تتطلب هذه الخطوة استخراج الاستراتيجيات العامة للشركة سياغة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية مقابل كل محور من المحاور الأربعة انطلاقا من الاستراتيجيات العامة للشركة خطوة الثالثة تحديد عوامل النجاح الحرجة كلمة الحرجة أو الهامة وإعداد الخريطة الاستراتيجية تتطلب هذه الخطوة تحديد المنظمة أكثر العوامل تأثيرا على النجاح ضمن كل محور من المحاور الأربعة رسم الخريطة الاستراتيجية بالاعتماد على هذه العوامل الخطوة الرابعة اختيار القياسات يتطلب ذلك اختيار المؤشر المناسب الذي يقيس بدقة عامل النجاح المراد تقييمه الخطوة الخمسة اعداد خطط العمل يتطلب ذلك بيان الأنشطة والأعمال الواجب القيام بها سعيا لإنجاز الأهداف الخطوة الستة متابعة وتقييم المقياس المتوازن للأداء يتم خلال متابعة المقاييز المعدة في جميع المستويات الإدارية وتعدلها حين اللزوم انک Lyla ترجمة نانسي قنقر